سأستعير مثالاً ضربه الإمام الغزالي في آخر موضوع الصدق من هذا الكتاب الذي نوهت به غير مرة اليوم ضرب مثلاً رضوان الله تعالى عليه بحال المسلمين مع الخوف من الله تبارك وتعالى خشية الله على خشية الله تبارك وتعالى الكل يقول لك طبعاً الله أعظم ما أخشاه وأعظم من أخشاه لا إله إلا هو بلا شك جميل لكن أعماله لا تعرف عن هذا هو يخشى من رجل المباهث يخشى من السلطان الظالم يخشى من جهات معينة متنفذة ربما ألوف المرات أكثر مما يخشى الله بدليل أن هذا الظالم الذي عرف عنه العسف والبطش والغشم والظلم لو طلبه ليبطش به سترتعد أوصاله وفرائصه وسيلوذ بالفرار في أقرب وقت ممكن عليس كذلك سيترك أهله وماله وولده ويستبدل الوحش بالأنس ويستبدل التعب بالراحة عليس كذلك من أجل ماذا؟ من أجل درك النجاة أن يدرك النجاة أن لا يقع في يد هذا الظالم الذي سمع عن صنوف تعذيبه في السجون ما تخشعر منه أبدان الأحياء هذا خوفه من عبد ضعيف مثله هو مثله وربما لن يسلط عليه ربما إلى أن يسلط عليه يهلك هذا العبد الظالم يهلك هذا الملك أو السلطان أو الرئيس أو أي أن كان فهل يخاف الله على نحو قريب من هذا؟ أبداً أبداً يأتي المعاصي التي أوعد الله عليها بالخلود في جهنم